الوحدة الثانية السفر كل عام آلاف الناس ينتقلون إلى كندا أعرفكم على آري و سارة وهما في طريقهما قريباً إلى كندا حيث سيعاد توطينهما ولقد سئلا عن الطريقة التي ستتغير بها حياتهما مع هذه الخطوة أعرب كل منهما عن آماله ومخاوفه بشأن حياته في كندا آري يبلغ من العمر 24 عاماً لقد فر من بلده قبل أن يتمكن من إكمال دراسته ولقد بقي طوال الأعوام الثلاثة الماضية يعيش بمفرده خارج بلده كلاجئ عندما تم قبوله لإعادة التوطين في كندا قدم القائمة التالية آماله هي تحسين مهاراته في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أن يعيش في بلد بها أمن وأمان مواصلة دراسته وإيجاد وظيفة لإعالة نفسه مخاوفه هي أن يكون وحيداً في كندا مواجهة الشتاء الطويل البارد وأن دراسته السابقة لن يتم الاعتراف بها في كندا وأنه سوف يحتاج إلى البدء من جديد سارة تبلغ من العمر 45 عاماً توفي شريكها وهي تعيش في مخيم للاجئين منذ 15 عاماً ولم تتلقى أي تعليم رسمي وهي ستسافر إلى كندا مع طفليها صار لديها أيضاً آمال ومخاوف حول حياتها الجديدة في كندا عندما تم قبولها لإعادة التوطين قدمت القائمة التالية آمالها هي أن يكون لها مستقبل أفضل لها ولطفليها أن تعيش في مكان آمن وأن يكون مرحباً بها في مجتمعها الجديد وأن تكون صداقات مخاوفها هي مواجهة صعوبة في التواصل باللغة الإنجليزية أو الفرنسية كونها بعيدة جداً عن وطنها وأقاربها تربية أولادها في ثقافة جديدة من الطبيعي أن تكون المشاعر متضاربة حول الانتقال إلى كندا بغض النظر عن برنامج إعادة التوطين يمكن لجميع المقيمين الدائمين الذين يعاد توطينهم كلاجئين إلى كندا الحصول على خدمات شخصية وخدمات مجانية عبر الإنترنت للمساعدة في الاستعداد للحياة في كندا قبل الوصول ما هي أمالك ومخاوفك من الانتقال إلى كندا؟